بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب شرح صدورنا ويسر أمورنا واحلو العقد ألسنتنا حتى ننطق بالحق والصواب يا حق أحق الحق يا رب إخواننا من تتابعوننا أخواتنا من يتابعنا السلام عليكم جميعا ورحمة الله والبركات طابة الأوقات نسأل الله لأمتنا تفريج الكربات يا مجيب الدعوات آمين وبعد فمرحبا بكم في مفتتح حلقة جديدة من لقائنا معكم من برنامجنا برنامجكم دين ودنيا دواما نسأل مولانا صلاح الدين والدنيا وصلاح الدنيا بهذا الدين يا رب العالمين أعنا على ذلك آمين وبعد يا أمة الكتاب لما تخلي عن الكتاب هذا موضوع فقرتنا الأولى في هذا اليوم إن شاء الله أقول نزل القرآن العظيم الكريم على رسول أمي في أمة أمية في عصر أمي لتكون أول كلمة في القرآن بعد فاتحة الكتاب ألف لام ميم ذلك الكتاب ذلك الكتاب هذا فاتحة القرآن وفاتحة الوحي اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم قراءة وتعليم أول الوحي الكتاب بعد فاتحة الكتاب ذلك الكتاب أقول الجذر كتب ومشتقاته يكتبون يكتبان كتابه كتابنا كتابهم كتابك 35 صيغة من هذا الشكل لكن مجموع مرات ورود هذه الصيغ 312 مرة كلمة الكتاب في القرآن الكريم 230 مرة الكتاب بهذه الصيغة مجموع باقي الصيغة مع الكتاب بيطلع 312 مرة إذن هنا دين أقام أمة على العلم وعلى الصلة بالكتاب يعني نحن أمة انبثقت من بين دفتي الكتاب ودائما بقول الناس والأمم تؤلف الكتب لكن أمة ألفنا القرآن الكريم وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم نحن أمة أنشأها الكتاب والعجيب أن الأمة التي أنشأها الكتاب هجرت الكتاب الذي أنشأها ووحدها وأعزها ونصرها وأعلى شأنها وجعلها قائدة الأمم ووارثة الحضارات هذا الكتاب نقوم إحنا الآن عطلناه واستوردنا من بريطانيا وفرنسا وأمريكا وإيطاليا وشوعية روسيا والصين استوردنا مبادئ وعندنا أعظم ما في الكون من المبادئ شيء عجيب يعني هذه الأمة ما الذي طمس على بصيرته والله من تعرف وهجرت الكتاب على العموم فرجعت أبدا رجعت القهقرة إلى الوراء رجعت إلى الأمية من جديد نحن الآن في هذا الكتاب أميون فما أحوجها أي الأمة إلى الكتاب يعيدها إلى سيرتها الأولى وإلى ذاتها وإلى مجدها وعلمها وعلوها كما كانت أول مرة متنورة بنور الكتاب ومنورة للعالم بنور الكتاب الذي قال عنه منزله سبحانه كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور إذن أحاول الآن أنه يعني أشوف من آيات القرآن العظيم من سورة العنكبود صفحة نتكلم عنها كنا نأخذ آية آية لم نأخذ صفحة صفحة تقريبا أو يعني وصف الكتاب بالنور مرات منها على سبيل المثال عشان تفهم أن منهاجك هذا يخرجك من الظلمات إلى النور ويخرج الدنيا جميعا من الظلمات إلى النور هذه وظيفته لكن معنى الكلام أنه باقي المناهج تخرج من النور إلى الظلمات وهذه عين من الآيات يا أيها الناس قد جاءكم مرهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينة سورة النساء أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهِ هَلْ كَانَ الْعَرَبُ أَمْوَاتًا حَضَارِيًا نَأْمْ عَلْمِيًا نَأْمْ دِينِيًا نَأْمْ ثقافيًا نَأْمْ أَثْرًا فِي الوجود نَأْمْ مَكَنْوشْرِمًا لكن كانوا بحكم الأموات حضاريا أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات الجواب طبعا لا ما كنت تدري الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا سورة الشورى إذن بدنا نوقف في ظلال آيات من سورة العنكبوت من الآية خمسة واربعين للآية اثنين وخمسين سبع آيات ذكر الكتاب في سبع آيات سبع مرات يا سلام نعم حنشوف الآن إن شاء الله تعالى وقف مع بعض هذه الآيات كونوا معنا دقيقة أيها الأعزاء العنكبوت الآية خمسة واربعين لاثنين وخمسين بسم الله أول آية سنوقف عندها قوله تعالى أطل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة أطل بقول جاء فلان تلو فلان يعني المتابعة أطل إذن اقرأ آية ورآية ورآية فيها معنى التتابع أطلو جاء فلان تلو فلان جاء الفروق تلو الصديق يتلوه أطلو ما أوحي إليك من الكتاب اقرأ ما تيسر وأقم الصلاة إذن تلاو ومعد التلاو أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر الفحشاء الفعلة المنكرة عقلا وفطرة وشرعا وعرفا ودينا وخلقا فحشاء منقول جرحا وجرحا فاحشا يعني جرحا بنيغ خطير إذن الفعلة الفحشاء كذلك كل ما يرفضه الدين والعرف والمجتمع منقول عنه فاحشا تنهى عن الفحشاء والمنكر الصلاة الأصل أن الصلاة تنهى وتزجر تمنعك من ارتياد الفحشاء والمنكر الكلمة منكرة والفعلة المنكرة كله ممنوع تمنعك عنه صلاتك تحجزك وتحجرك عنه صلاتك ولذكر الله أكبر حتلاق العلماء وقفوا عند هذه الجزئية مطولا لكن نأخذ واحد من المعاني ولذكر الله أكبر يعني ذكركم لله عظيم ذكر الله إياكم برحمته أعظم ولذكر الله أكبر من ذكركم أنتم له جميل جميل أو الصلاة خمس مرات مثلا ولذكر الله الدائم لك في قلبك أكبر برضو هذا احتمال احتمالات كثيرة للمعنى المفسرون وقفوا عندها والله يعلم ما تصنعون في تفعلون في تعملون في تصنعون تفعلون الفعل أوتوماتيكي للآلي تعملون معنية وتخطيط تصنعون تدبير محكم وتخطيط ممدقيق رسم مرسوم هذه ثلاث مستويات تفعلون تعملون تصنعون يا سلام والله يعلم ما تصنعون إن خيرا وإن سوءا وشرا كله يعلمه الله ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن يعني بتحصل مناقشات مناظرات محاورات مع أهل الكتاب سواء كانوا اليهود أو النصارى أو لما كان الشيوعية الماركسية كتابها كارل ماركس باعتباره كالكتاب المقدس يقدسونه يحترمونه كأنه كلام إله كارل ماركس وإنجلز يعني عملوا البيان منفستو كان يطبق ياريت أهل القرآن بطبق القرآن كما كان حاشا يعني لا قياس مع هؤلاء المجرمين لكن عشان ورجيك البون والمفارقة الشاسعة البعيدة كلام بشر يطبق بالحذافير باحترام كلام رب الكون والبشر مقصى من حياة البشر شيء عجيب ومن يمنعك يا شيخ من أن تقرأ القرآن أنا بحكيش عن هذا يا حبيت عيني بحكي أن القرآن يسود الحياة بقيامه وتشريعاته ونظمه وأخلاقه وقوانينه ودستوره جاءت طبعا أنا في الصين ممكن أن أقرأ قرآن يعني ما فرقكم عن الصين وعن روسيا وعن هنغاريا وعن بلغاريا وعن العالم كله أنتم مسلمين ما فرقكم قال يعني في مساجد أنا شكرا هذا الكتاب نزل ليحكم حجه مو نزل للبركة وليقرأ المقابر نزل ليحكم الأحياء لا ليقرأ على الأموات وليباصط ولا تجادل أهذا الكتاب إلا بالتي هي أحسن تحصل مجادلات ما فيش داعي الخشونة الكلام أو للعنف في الكلام أو مدافشة الكلام بالتي هي أحسن شفت أن الحديث بدأ ياخذ مسرب الشدة والغلظة والعنف وقف النقاش مش بالحسن لا إلا بالتي هي أحسن أعلى درجات الإحسان ناقش بها أنت فسق فجر كفر في النار جهن مخلدين هذا مش نقاش إذا نتكلم الآن علم الكتاب عندكم فيه تناقض مرة يقول كيت مرة يقول كيت عقلا ما بيصير هذا بالكلام علمي عقلاني موضوعي قل ما شئت بدون لا تشتيم ولا تجريح ولا غيره نقاش ذهني عقلي إلا الذين ظلموا منهم بعد يسف الكلام نغلط له في القول إلا الذين ظلموا منهم معنا هو اللي استحق بما بدأ وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم نحن نؤمن بالتوراة ونؤمن بالإنجيل بعد التوراة ونؤمن بصحف إبراهيم نؤمن نصدق دوم يكون عندي المستند لا صحف إبراهيم ولا صحف موسى ما عنديش لكن قرآني حدثني أن إبراهيم عليه التسليم والصلوات أوتي كتابا وأن موسى أوتي كتابا وأن عيسى أنزل عيد الإنجيل فأنا أؤمن بالأنبياء وكتبهم إن لم أؤمن فأنت لست مسلما ولا مؤمنا وليش من أؤمن بدأوا قلل القرآن كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحدهم الرسله إذن نحن كذلك هكذا أرادنا القرآن وإلهنا وإلهكم واحد إذن نؤمن بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون مسلمون قيادنا زمامنا حياتنا أحكامنا تشريعنا له يحكم ما يشاء سبحانه وكذلك أنزلنا إليك الكتاب يسأل الكتاب الكتاب هذه المرة الثالثة فالذين آتيناهم الكتاب هذه المرة الرابعة يؤمنون به إنه هذا الكتاب من عندي لا غصب عنهم مش إننا نحن نجبرهم لكن عقلا تورا منين يا شلومو يا موشي يا حايم اللي هو محتل البلادنا ما في حوار أصلا يعني إطلاقا في مجال لكن فرض بنناقش أهل المدينة من اليهود لما كانوا موجودين يا حايم يا حزقيال اللي هو كتابكم منين قالوا من عند ربنا طيب يعني ربكم قال لكم ختام الكتب عندكم أعطيني النص ما فيش ما فيش طيب هذا الكتاب أبلغ من كتابكم أعظم من كتابكم أشمل من كتابكم أكمل من كتابكم لما لا تؤمنه كلام الله قال إحنا عندنا وبس طيب المسيح منكم من بني إسرائيل لما تعادونه وتحاربونه وتحاربون أمه منهم من قومكم تعصب تعصب مش دين إذن وكذلك أنزلنا إليك الكتاب مثل ما أنزلنا إليهم الكتاب أنزلنا إليك الكتاب فالذين أتيناهم الكتاب يؤمنون به يعني قد يعترف بلسانه وقد لا يعترف لكن في أعماقه من جوه في عقله في قلبه من مشاعره من جوه يؤمن به والله 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 إنه لكلام الله طب آمن ويلك وقال لا لا أؤمن إيه هنعطيهم حج علينا يا رجل ما لك آها التعصب لكن في أعماقهم يؤمنون به ومن هؤلاء أي العربان من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون يعني هذا كافر بكل الأديان بكل الملل بكل النحل بكل الكتب كافر بالإله والوحي والأنبياء جملة وتفصيلا وما كنت تتلو من قبله من كتاب برضو هذه المرة الخامسة ولا كام قبل هذا القرآن يا رسول الله أنت بتقرأ إلا أنت أمي وما كنت تتلو من كتاب مطلقا أي كتاب لو سلمنا أي كتاب يعرفش عليه أسكال صلوات ثم أصبح معلم البشرية بما علمه ربه ولا تخطه بيمينك ذا لا تقرأ ولا تكتب أمية القراءة والكتاب إذن لو كنت تكتب وتقرأ لارتاب المبطلون هذا معنى إذن لو أنك كنت تقرأ وتكتب لكان عند المكذبين ارتياب شك لكنك أراد الله أن تكون أميا لتكون الآية معجزة بالغة الإعجاز طب هذا الأمي منين لقوا أخبار كلها الأنبياء منين العرب قالوا يعلمه أعجمي يا راجل يا راجل يعني الآن سرلنكية شغالة في بيت بتعلم الأولاد عربي قواعد عربي وبلاغة عربي مثلا يعني شرح لهم درس البلاغة من كتاب التوجيه شعندهم بلاغة مثلا مثلا ما تدقش ممكن سرلنكيين تعلم الأولاد أي لا طبعا تعلمهم إنجليزي دارس إنجليزي ببلدها ممكن يعني تعلمهم بلاغة وتعلمهم قرآن وتعلمهم النحو العربي أي لا طب صهيبي الرومي ممكن مرة نورة بابا يقول لك أعطيني أنت هذا مثلا فصهيبي الرومي من أين جاء بهذه البلاغة بهذه العجاز منين يعني مثل ما قالوا مجنون يحتي عاقل يسمع يعني صهيبي الرومي أنزل القرآن وانت بتحكي معاه برطن معاك رطن بابا أنا يعطيك سيف بعد أسبوع ما كان حدادا صهيبي الرومي بابا أنا يعطيك سيف انت يجي ياخد بالكاد بيكسر له كلمتين بوصل لك الفكرة مكسرة هذا نزل القرآن البليغ المعجز ما أسوأ التعصب ما أسوأ انغلاء العقل انغلاق العقل المهم إذن وما كنت تتلو من قبله من كتاب مطلقا ولا تخطه بيمينك أبدا إذن لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون الظالمون لأنفسهم والظالمون للحقيقة والظالمون لغيرهم الظلم مطلق هؤلاء يجحدون بآياتنا لأنهم ظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه مش آيات القرآن لا هم عاوزين آيات خوارق مادية هذا أعظم آية يا أمة العرب أمة العرب يا أمة البلاغة والإعجاب بالكلمة الجميلة لكم يا أمة العرب في مثل هذا البلاغة موجود في الكون قالوا الحقيقة لك ليش الإحراج يا شيخ طب قولوا الحقيقة إحراجوا ليش المهم بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه معجزات مادية قل إنما الآيات عند الله طب الشمس آية والقمر آية والسماوات آية والنباتات آية والوحوش والحيوانات والحيتان آية وأنتم آية وعقلك آية وعينك آية والذرة آية والقمر آية والمجرات آية لك تريليونز من الآيات كل خلية بجسمك آية قال لا أنا بدنا نزل الشمس على الأرض يا السلام لما نسان يشطب عقله مصيبة قل إنما الآيات عند الله عند الله الآيات لا تعد ولا تحصى وإنما أنا نذير مبين إن شاء مولانا إن نوزي الآية يفعل أنا عبد مبلغ فقط نذير مبين أنذركم سوء العاقب إن ضللتم عن هذا الحل أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ما بكف أن الكتاب يتلى عليهم وهم أهل البلاغة وأرباب البيان يعني العرب مبدعون في الكلمة أداءا وتذوقا يخفى عليهم أن هذا القرآن مدهج معجب معجز يخفى عليهم لا والله لكنها الأهواء هوت بهم في الحضيط إن في ذلك الرحمة وذكرى لقوم يؤمنون ذكرى تذكر لقوم يؤمنون قل كفى آخر آية بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السنوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون أي لا سواهم آمن بالباطل وكفر بالله الحق وكتابه الحق ورسوله الحق أولئك هم الخاسرون لأنهم هم المختصون بالخسارة ومختصة الخسارة بهم إذن أطل ما أوحي إليك من الكتاب سورة العنكبوت ما في مجال الآن للتفصيل من ذوات ألف لام ميم اللي منهم الزهراوان إلى آخر إذن كلمتي إلى الأسرى سريعا أقول كلمتي لهذا الأسبوع لعميد الأسرى بعد التحية لإخواننا وأخواتنا وأهليهم من الأسرى والأسيرات وأهليهم جميعا كلمتي لهذا الأسبوع لعميد الأسرى في موضوع الإضراب عن الطعام فقد ضرب فقد ضرب رقما قياسيا في الإضراب يعني في هذا الإضراب ليس على مستوى فلسطين فحسب بل ربما على مستوى العالم 141 يوم أنت صوم يوم أجرب حالك آخر نهار بتلاقيك ذبلان متوطح كيف اللي صمت 141 يوم يا أمة والعالم أعلى بتفرج هو أفطر هذا ولا ما أفطر قلنا له مش حالك أنت خليك مرتاح خلك مرتاح على أريكتك فهنيئا للبطل هشام انتصاره وكسب قضيته وتحرره فلله الحمد ولشعبنا التهنئة بهذه الفرحة الغامرة ولهذا الدرس القيم والبليغ والتاريخي والاستراتيجي أن الإرادة أقوى من السلاحة وأن الحق يغلب الباطل ولو كانت كل الدنيا الفاسدة والدول الماردة تعزز وتدعم هذا الباطل درس كبير علمه هشام للدنيا معلم هذا الرجل مناضل كبير بهمته كبير بعزيمته كبير بقضيته قضية الحق قضية وطن مغتصب من قبل عصابات مغتصبة ودول المستعمرة متآمرة وخونة وعملاء يساندون يا كل سجناء العالم يا كل المسجونين لأنهم يحملون الحق ويدافعون عن الحق تعلموا وتلقنوا هذا الدرس من هذا المعلم صلب صلب الإرادة ماضي العزيمة يا شعبنا كل شعبنا في فلسطيننا هذا هو الطريق لا مساومة لا مسالمة لا اعتراف بهؤلاء المجرمين الرمز رمز ايه وقع الرمز حط القضية في الطين يا كل شعبنا لا مساومة بل مقاومة لا اعتراف في الاعتراف انحراف وانجراف عن طريق التحرير لن يوصل الا الى ضياع الحق لو لا امثال هؤلاء المقاومين المقارعين لهذا العدو والملقنين لهذا العدو درسا لن ينساه ولن تنساه امة الحق بل تعلمته ووعده واختزنته في الذاكرة التي لا تضيع الدروس الثمينة القيمة بل تحتفظ بها في الصميم من افئدتها ومن العقل ومن العزيمة والارادة حي الله البطل هشام ابو هواش وحي الله كل اسران الابطال وكلكم على شاكلته عزيمة واصرارا وارادة وتصميما وثقوا ان الفجر قادم والفرج بالنسبة لكم باذن الله جد قريب والسلام عليكم ورحمة الله والبركاته في الوصلة الثانية نلتقي مع مجموعة كتب كونوا معنا أيها العزيمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الثانية من لقائنا لهذا اليوم تعودنا انه نعرف بكتاب كنا نتكلم عن الجندر وما زال الجندر معنا لكن بدي اليوم ووقف الكلام عنه لأتكلم عن كتاب يعني يخدم نفس القضية اللي هي الصد الهجمة على ديننا الكتاب هذا اسمه رسالة دكتورة منهج القرآن الكريم في بيان اوجه الاتفاق والاختلاف بين الذكر والانثى رسالة دكتورة قدمت لجامعة العلوم الاسلامية اشرف على الرسالة الدكتور احمد البشائرة ناقشنا معا عديدا من رسائل الماجستير والدكتورة نعم الدكتور ادبا وعلما وذوقا وخلقا ما شاء الله احمد البشائرة مرب فاضل زميل كريم الخلاصة والكاتبة الدكتورة عربية عسر الفضه عسر من عندي قد قد تكون باكسنت اخر لا ادري الكتاب او الرسالة تقع في مية وستة وسبعين صفحة اذا مش ناسي مصبوط مية وستة وسبعين صفحة صحيح ورجعت الى مية وخمسة وعشرين مرجع نوقشة الرسالة الفين وستعش طبعت الفين وثمانطعش اول ما استلمت الكتاب قلت يا رب يكون فاروق بدران الدكتور عبداللطيف عربيات رحمة الله عليهما احبابنا اخواننا سادتنا والله دكتور عبداللطيف قلت يا رب يكون كاتب مقدم هذا الكتاب فوجدت انه كاتب مقدم وتربي لك الحمد اذا معنا الكتاب قدم له قبل ان ينتخل الى مولاه رحمة الله عليه مما قال الدكتور عبداللطيف مما قال الدكتور عبداللطيف في مقدمة الكتاب قولها الامة تواجه غزوا شفل الوعي شفل الوقت اخواني يدهاش يعني عبقريات لا لا احنا الان عالم متعاون حلوتك ما حلوتك متعاون الفار متعاون مع الفيل كيف التعاون قال لا الفار بتعاون مع الفيل يس هذه أوروبا الفيل ونحن الفار في ديلو فالأمة تواجه غزوا وتحديا يمس حقيقة وجودها ومستقبل أبنائها إخواني الحرب في حرب ناعمة ثقافية وفكرية وافتح المجال بس انت افتح لي المجال بس انت افتح المجال وانا مخرب افتح المجال بس مفتوح المجال تيجي واحدة عام بتاعة أزياء تنشال مكرمة معززة فضلي بيجي مغني مغني هلا هلا ميت هلا معواد نورت لبلاد بويا ما شاء الله والشيخ بلاقي كشرة بسم الله الرحمن الرحيم ايش فيه يعني طبعا من الشيخ مثل الرقم سامحونا يعني هذا فن منتون شكرا بارك الله بكم بارك الله بهمتكم ما تقصر ما تقصر يا الله وهذا الطفان المبرمج رحمك الله يا ابا سليمان يستهدف حقيقة مفاهيم الحياة الأساسية يعني قواعد بمهدم القواعد يعني الأسرة والرجل والمرأة لا كله جندريه جندر ما جندر 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 التي غرسها الإسلام في مجتمعاتنا على مدى قرون لثوابتنا أصولنا قرآننا سنة بيهن فطرتنا حالتنا منذ خلقنا بهالوجود دم يقلبوها جندريه صير يا ابوهي كله جندر كله جندر يعني بقولوني واحد اللي بتابونا من بني نايم يعني راقد ماشي بمعال كاميرو أنا هياني في قرية كيت أنا في هياني في قرية كيت وأنا من القرآن خسب بهم الأرض ليه رب العالمين وقال وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل في طريقكم ليه مولانا القصع أنا القصقال هيك تسليها تسليها بالله يا راجل تسليها جعلنا عليها سافلها قلبناها راس على عقب لأنهم قلبوا الفطرة قلب الله عليهم وجودهم لأنهم قلبوا فطرة الله وطلعوا أحد دجال وقل لك أنا شيخ مفتي في بلد مقولناش فرنسا وانا غيره والمثلية ما لها شو معنا الدين ما قالش حرام يا ولد يا ولد وقصة هذا النبي الكريم وقومه الذين مسحهم الله من الوجود شو تقول بها قال هذي قصة حلاوتك انت شيخ إمام قال لي آه حطولك كام في جهدك عشان تقول هالكلمتين وكل واحد ينتهي يقول هو البعيد من النوع المنح ما تقوليش من حطه أما ما قلتيش بسم الله الرحمن الرحيم محروسين ذول حجي ما منوح حجعك عليهم تحمر العيون وتت الحدق تتسع ما شاء الله ويغضبوا لهم لكن ليغضبون لله ولا ردين الله يا الله يا رب رحمتك بالعباد يا رطيف الطفنا يا الله نحن أمة الإسلام وغصبا عن خشمك يا سيدي غصبا خشمنا ويش خشمي سيبك خب الخشم شو وهذا الطوفان المبرمج يستهدف حقيقة مفاهيم الحياة الأساسية التي غرسها الإسلام في مجتمعاتنا على مدى قرون وهو يعلن ذلك أنه يسعى إلى قتل مفاهيم أصيلة في فكرنا وحضارتنا أي هذا الهجوم يعني ويقوم بالتشويه بكل الوسائل المتاحة لديه كلام الدكتور عبداللطيف رحمة الله عليه في مقدمة الدكتورة عربية بتقول يعني الأنثة الآن بتجمع بين وظيفتها في البيت ووظيفتها في إيه؟ في الخارج البيت لأنه مطلوب منها الآن واجب البيت بتشتغل برها لأنه العالم كله بقولها برها أطلعي برها سيبي البيت والأولاد جاست وان بكفي خمسة أنا عارب خمسة ليه؟ خمسة ياهو عيب الشوم الله يريدونكم أن تتقلصوا وأن تذوبوا جاست وان بكفي واحد اثنين واحد بلد وبنت وكثير حتى اطلعي اشتغلي سيبي البيت سيبي الأولاد اطلعي اشتغلي وتبرجين وتبهرجين وصرف على حالك نص المرتب اخ شلون المهم الأنثى حملت فوق طاقتها فهي جمعت بين عملها المكلفة به في البيت يعني وعمل الذكر فشق عليها وأجهدت وأجهدت نفسها برضو على حساب الوظيفة الفطرية الأمومة ورعاية البيت صار مضطرة يشتغلوا الاثنين عشان يكفوا حالهم ومش مكفين حالهم ها تحسن وضع البيت يا قال الله والله هو مرجع متوتر وهي متوترة وهي معصب وهي معصبة ما تنفتر ما نرفسين على بعض أنا ما كن سيقع عرقانة مثل ما انت عرقان تعبان مثل ما انت تعبان ما تفتعت شعينك فيها أصبح البيت جحيم والقرشين نصهم بروح يا مواصلات وحضانة الطفل راح الراتب بس مخربنا البيت وحددنا النسل شفتوا الفيلم يا بويا حجاج انتبهوا انتبهوا مئة وخمسين دينار حضانة خوش حد شي وسيارة وبنزينها مواصلات رانسبورتاشن راح نص الراتب شو ظل بس شيخ بعد ثلاثين سنة بصير عندها ضمان اجتماعي أويس بتكون هرمت وتعبت وكتت وقعدت لا كان الضمان عندما ينحرف الإنسان عند الفطرة التي فطره الله عليها يختل الميزان كلام جميل قرأت في يوم واحد أباد الأسبوع هذا ماذا قرأت من فضل الله البيان النبوي لعدنان زرزور أهداني إياه كتاب هذا جميل قبل أكثر من نصف قرن كنا زملاء في التدريس قبل أكثر من نصف قرن وإهداء أهو يعني بخطه رحمة الله على الأيام ما ندري والله عنه الآن وهذا الخليفة المقاتل مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية إذن مجلطان للدكتور فاروق عمر كتابه جميل تنازع كيف خرب بيتنا تنازع الخلفاء وإن كانوا أحيانا إخوة ولاد عم ولا غيره كلهم مويين بالطاوش مويين مع العباسين بالطاوش نيل على الأمة المتخالفة شخصية المسلم كما يصورها القرآن الكريم الطبع الرابع في قطر هذا كله من فضل الله وغيره لسه في قدهم مزيادة في أسبوع واحد مصطفى عبد الواحد كتاب بسيط لكنه والله مهم يعني بتكلم عن شخصية المسلم إيمان بالله والقدر والكتب والملائكة والرسل الآخر وشخصية المسلم يعني عقله قلبه ثقافته إلى آخره وكل أخلاقه موثق بالقرآن والعقل المسلم والرؤية الحضارية برضو صديقنا العراق الدكتور عماد الدين خليل درسنا في أكثر من جامعة مع بعض كتاب صغير لكنه كبير بتكلم عن الأصول الحضارية الأرضية اللي هي الكون المسخر لك الإنسان والمنهج اللي هو تعليمات القرآن كيف نعمر الأرض أنت الآن الغرب الأرضية متوفرة لهم وصلوا القمر ووصلوا زحل ووصلوا مش عارفين لكن ما في منهج ولذلك ما صنعوا شيئا هذا الكتاب علي صالح الهزع أنيس الجليس طباعة الكويت عندي برضو من من قديم من قديم طباعة الكويت تسعة وثمانين يعني أقل من أربعين سنة هذا كتاب الرحالة كاف لعباس العقاد أعده أنا بالنسبة لي من أعمق وأجمل ما كتب العقاد كل ما كتب العقاد جميل شباب لترجع لمثل هذه العقليات هذا القلم الفذ هذا الفكر العظيم لوزن ميطة هذا هذا يا سيدي أنا كاتب من سنة ثمانية وسبعين ميلادي ثمانية وتسعين هجري وهي تحيات التوجيه المعنوي القوات المسلحة أهدوني هذا الكتاب سنة تسعة وثمانين يعني كام ما نحاولي أربعين سنة ولا كام كنت أدرس مثل ما قد لكم زمان في كلياتهم كليات الشرطة وكليات القيادة والأركان كلية الكلية العسكرية والكلية المهم فأهدوني هذا الكتاب من هذا التاريخ الذي رأيت بالتوجيه المعنوي هذا لسابق كتابين ولا كام أنجزتها في أسبوع من فضل الله لا تقلدوني والله لأنه الضريبة غالية الضريبة غالية يعني مستعدين ندفعنا بالنسبالي اللهم مستعان نسأل الله العافية لنا ولكم على كل حال من حكم الكواكب في هذا الكتاب الجميل يقول إن البلية فقدنا الحرية يا السلام الكواكب طبعا من آل البيت الكواكب وسلالة معروفة نسلو من ابن زين العابدين عليهم خلاصة يعني من حيث الأصول معروف وهو من أخوال العقاد من أخوال العقاد بيقول وما أدرانا ما الحرية إحنا ما يعرفش الحرية هي ما حرمنا معناه حتى نسيناه حلاوتك شن هي الحرية يا عربي قال حرية تدخن الله يفتح عليك حرية تشلط شيخ با هذا الحرية هذا المسموح به شن سوي دكت روح سينما روح سينما حد بيمنعك لا دكت روح المز حط علي على مماله هذا صار أصولي أصولك لم ينوصولك مش أصول يعني بيقول حرمنا معناه حتى نسيناه وحرم علينا لفظه حتى استوحشناه حرية يا حرية وينك وينك يا حرية وينك وينك العربي بعيد قاعد يا حرية وين ضيعها لك وين راحت حطيتها بشيب تقلم وين راحت قالوا والله منعرف راحت راحت نسيناها حجي العربي لا يفهم أصو معنا الحرية بعرفوه الغرب الأغراب مستور بايدين يؤرونك بروح على بيته عادي لما وقف عضو مجلس دنواء في مصر قال له سياهته الرئيس يعني كلنا محتاجين تربية روحية حتى يعني سياهتك ما روحش البيت ما راح فين ولا السيجن راح فين قلتلكم يا من قبل ودوا مستشفى المجانيين انت بتقول يا شيخ يا 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 انت بتقول للرئيس محتاج تربية روحية يروح عمك نعم يا خوية عن مجانين يا الله يا الله انت في العالم العربي حجي ما الغريب استغربت لي ويش انت في العالم العربي عالم العجائب وليس في عالم العجائب ان الحرية اعز شيء على الانسان حريتي اغلى من حياتي بعد حياته بفقدانها تفقد الامال وتبطل الاعمال وتموت النفوس وتضعطل الشرائع وتختل القوانين يقول احد الكتاب عن الكواكب لو لم يكن شيخا دينيا لكان قائد جيش فاتح الكواكب اخواني والاخوات في ربع ساعة كتبت ملاحظة طلبت مني عن بشائر النصر يعني ناس اوزينيسمعوا كلمة تسري عنهم تثبتوا فربع ساعة خربشت 16 نقطة وسميتها بشائر النصر ارجو ان تسمعوها معي ان شاء الله المهم في كتاب الدكتورة الكريمة اللي قلنا عنه المرأة والرجل الذكر والانثى بينهم تكامل وليس الذكر كالانثى فوق كلام ربنا ما فيه كلام المسلم الان تخنعنوا كلام ربنا اعلى من كل شي اقنعني شيخ اقنعني اقنعني شيخ اقنعني كيف دقنعك مولانا اللي خلق بيقول وليس الذكر كالانثى يعني طبقية لا مش طبقية يعني وظائف مختلفة يحترم وظيفته وتحترم وظيفته منتهى البساطة يعني شراك الحط رحم للراجل خليه يحمل يلا اخ يا امة انضحكت من جهلها الامم بشائر النصر اولا مداولة الايام سنة الهية سنة كونية قل ما شئت الله ليضيع ايمانكم والله بيقول والله غالب على امره ولكن لا اكثر الناس لا يعلمون رقم اثنينة كان ذاك قانونا عاما فماذا بشأن صراعنا مع المجرمين المحتل تقول المجرمين بسم الله الرحمن الرحيم شو اقول الحلوين شو رأيك الاشقاء شو رأيك الاعزاء شو رأيك احنا وياهم في سلام peace peace في صراعنا يا وريث الرمز الرمز the second يا رموز كلكم رموز ما شاء الله ثلاثة ازدياد وعي الشعوب على حقيقة المعركة مع الصهاينة وانها معركة بقاء ووجود الاعتراف جريمة السلام جريمة الا ام تبي او نط تبي يعني احنا يا هم اما احنا مع بعض ما كل يوم يزعفوا علينا ما كل يوم تاك 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 توقفت الجرافات رضينا بالغلب والغلب مش راضي شو رأيك رضينا بالغلب بس الغلب مش راضي يعني المحتل مش مش طايق صاحب البلد لك دمك تقيل قلعوا زيتونهم كسروا بيوتهم اهدموا دورهم تك 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 تقول العرب مش شايفة ليعلمون لا لا يعلمون يتحركون مين يدريهم الله ما نعرف بحد يتبرع يسمعهم يقولهم اخوانكم في الصين في مأساة بعانوا مع هالمجرمين الله يعينهم الله يعينهم الله دعائك ما شاء الله مستجاب الله عينك وعينهم ما شنحان إذن ازدياد وعي الشعوب على حقيقة المعركة أنها معركة وجود إما نحن وإماهم ومعيقات النصر بدأت تتكشف وبدأت تحرق فانكشف كثير من الخوانة والعملاء والمرتبطين أربع الربيع العربي كان قاب قوسين أن يحقق أمله وحلمه لكن اجتمعت كل قوى الشر والتخلف والانحطاط والتبعية وعملاء الاستعمار والتصهيون حتى أحبطت هذه الثورات ولكن جذوتها باقية شو سعيد اللي كان في الأول عروبي يحتي عربيزين خط بالعربيزين قلنا ما يشي الله يا زي قيس كيف طلع قيس تعيس سعيد يا سعيد يا سعيد كيف طلع هذا من وأنه كان سقط القناع عن القناع قناع ورقناع ورذاك اوعى تطمئن إلا بعد ما تفحص ميت فحص كورونا واحد وكورونا اثنين وكورونا لأنهم كلهم مستبطلين ما لا يخطل بمالي الشياطين أوليها باسط أوليها باسط إذن رقم خمسة انكشاف حقيقة الكيان السرطاني مولينا فقط لأمريكا ولأوروبا ستين بالمية من أراه في استطلاع الشباب الأمريكي لما نتكن سيرن يعني مش مهتمين الشباب مع هذا ستين بالمية يقولون احنا ضد دعم إسرائيل وضد انحياز أمريكا لإسرائيل تسعة و خمسة في المية من الأوروبيين ذلك كان الأمريكان الشباب الأمريكان سخمسة وخمسة يوروبيينز ما لوا استطلاع نتيجته كانت 50% يرون أنه إسرائيل سبب عدم استقرار العالم 59% يعني مقابل 41% وذوري قابلين برضو لتزهزح نحو 59% وصيره 63 مثلا لأنه عم تتكشف يوما في يوم إجرامية هذا الكيان السرطاني ما هذا عند العرب ابتسام وعلاقات سرية سري مري وحبا تحت الطاولة ومفوق الطاولة وشييني وشيينك ستة انكشاف حقيقة الوضع العربي وأنه مهمته تفضل كمل كنت أقول محاربة الإسلام لكن بطلت مش مناسب اطلاقا مش مناسب سحبتها لا إله إلا الله وحراسة المشروع الصهيوني كنت بدي أقول بطلت وإدامة بقاء إسرائيل سبعة انكشاف الخوة التي كانت تتزعم العمل لفلسطين كفتح الجبات المختلفة كل طلع المنضوي تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية ورقم ثمانية جاح التجربة التركية أردوغان ما جاش بمشروع إسلامي فقط فقط سمح للتدين للشعب يا شعب العوز يدين يدين مش عوز بلاش ما ألزمش ما فنطش مش مثل بعض الدول العربية النقاب فرض واللحية فرض والعصايا وراك صلي 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 المقرأة اسمها المقرأة بالعصايا صلي صلي عشان يكرره الناس في الدين بعد ما كرره الناس في الدين قالهم دين أوبر هاي هيصوا هيصوا لأنه كان دين إرغام يكره آخ الإسلامي قناعة من الداخل مو عصايا غطي ويهش يا عورة غطي ويهش يا عورة يا عورة أما ما شاء الله هذا جسد قالهم اللي عاوز يديني دين مش عاوز يديني براعتك فقط أعطوا الناس حرية بس مش عاوزين تعمل دعاية للإسلام ولا 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 فقط تسمحوا للناس صلوا قومعة اللي عاوز يصلي ما يصليش صوموا عكيفكم تلبس مراتك بتلبس مراتك براعتكم مجرد ما سمح للناس دبت الناس على القرآن حفظا متحفيظا أطفال وغير أطفال آخ صارت الجمعة هكذا في في إسطنبول آه إذن مئتين وواحد وعشرين مليار صادراتهم ألفين وواحد وعشرين إذن بس لاش نطول عليكم أربعة عشر ولا كان موصلنا والله ما نعرف أه لسه 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 تسعة أمريكا وروسيا دعمتا المشروع الصهيوني بوتهما والآن تشهد الساحة العالمية توتر الأجواء بين القوتين العظميين روسيا والصين معا وأمريكا في المقابل وهذا يوضع في موقف أمريكا وبالتالي إسرائيل عشرة تجربة المقاومة في غزة البسالة غزة البسالة والبطولة والرجولة والانتصار والذلك العربي حاصرونها ويحاربونها ويكرهونها إن شاء الله البحر ينشق ويبلع غزة نخلص من غزة والعنى غزة يقري في غزة ويوم غزة واخر ببيت غزة تجيها إن شاء الله ميت غزة ونخلص من غزة يقرف يقرف خلاص فهمنا لا إله إلا الله احداشر احتراق وهم السلام السلام يا السلام ياين يا السلام دق المزيك يا السلام احتراق وهم السلام الذي خدع الناس لبعض الوقت ثم انهزم وانهدم الوهم وتبخر وانكشفت حقيقة واثناشر زيادة الوعي الديني اللي بيحاربوه ليه لأنه هو ليح يحرر فلسطين ربك اللي قال بتخد خش المسجد المعركة حماها في المسجد الأقصى نفل في المراقص يا عجي صحيح أن انفلات الشهوات وتسعيرها من قبل وسائل الإعلام العربية يصد عن الدين لكن برغم هذا فإن الوعي ديني في ازدياد 13 انكشاف العلمانية اللي دينية في معظم الدول العربية والإسلامية وهي التي كانت سدا أمام المد الإسلامي وكلها احترقت بفشيله في تجربة الحكم في مجمل البلاد 14 وعد الله بأن يسلط عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب وإذ تأذن ربك لا بعثنا عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب 15 تجربة عدونا درس وتجربة لنا وش هذا ألم يكونوا مستضعفين مضطهضين في كل الأرض بدءا من قصة فرعون قبل آلاف السنين وانتهاءا بالخرن الثامن عشر والتاسع عشر والعشرين إلى أوسطه وهم منبوذون الآن يحكمون العالم حجي اقتصاديا وسياسيا مهم مهم آخ 16 ظهور وتجل الإعجاز العددي في القرآن أهو لو نمنى الإعجاز قطعا يا شيوخ يا ناس بعدين ما نحن بنظل نشك في الشيء مئة سنة إلى ويش وهو بالقطع مما يستأنس به إن لم يكن بالقطع في موضوع صراعنا مع هؤلاء الحديث ذو الشجون وله تكملة لكن كونوا معنا في الوسطى الثالثة والأخيرة أيها الأعزاء ترجمة نانسي قنقر إخواننا مشاهدين أخواتنا مشاهدات حياكم الله مرحبا بكم في الوسطى الثالثة والأخيرة من لقائنا لهذا اليوم والله عندنا كلام بيغطي حلقتين ثلاثة لكن تتحملون أجزاكم والله خير اختطاف سفينة بباب المندب تندب الندابات على شياطينكم التي انسحبت منها القوات التابعة للإمارات فاحتلها الحوثيون والآن قعدوا لهم في الحديدة وما رقى سفينة صادروها قال قلت أتب طب من تشبتوا الحديدة انتوا وتركتوها للحوثيين مش قلنا لكم عمو من أول يوم يلا فكيف ولماذا تركتم الحديدة ثم أرسلتم سفينة لتمر من المكان الذي أخليتموه انتوا انتوا الخليجيون يقولون معداد الموجودة بالسفينة مستشفه والحوثيين يقولون بل أسلحة والطرفان متهمان كازاخستان رئيس البلاد سوعلن قريبا عن إجراءات تتعلق تتعلق بتحول السلطة تحولها لوين يعني وروسيا فورا تدخلت لأنه أمو دول عربية والإسلامية تدار بالريموت كنترول كلنا مستعمرات يا سيد تحملنا كازاخستان تحررت زي ما تحرد العالم العربي نفس الشي لكن روسيا قاعدة قام الشعب فورا حركت قواتها روسيا إلى كازاخستان تمسك النظام قال لحفظ السلام في كازاخستان استربوتين حفظ السلام في كازاخستان العالم العربي والإسلامي كلاهما على كف عفريت طلع الشعب من القرف عب الشوارع واحتل المطار طبعا جابوا قوات خاصة وجابوا قوات روسية تعرفش قوات منين ولا منين ضربوا ناس قتلوا ناس جرحوا ناس استرجعوا المطار والحمد لله الإرهابيين خلصنا لهم كل مستعمر الكلمة القذرة هذه الإرهابيين خلصنا لهم كل من طالب يحقه إرهابي أحسن طريقة الإسلام إرهابي الله يا أخوان احنا ندرس بالقاهرة بالسبعينيات يعني احنا من فضل الله نحب مصر مثل مثل يعني بلدنا وشعبنا والله حبا شديدا شيخ الأزهر والله كانوا عملون معاملة والله والله أي مرة ثانية أستاذي الذهبي علم أستاذي مصطفى شاين لاشين قمة من القمم سيد طنطاو كل ما سأتستي والله يقيم فالبروفيسور أعود يا مولانا أعود قاعدني محل فالبروفيسور ولا نسه طالب ماجستير لما جت مناخشة الدكتوراه أستاذي مصطفى يقول له يا لا يا سيد الطالب ده تغلط كل ما مسح فيك الأرض الحمد لله احنا من اسمعش لحد مش عاوزين الشهادة قبلها بيوم أنا كنت مسمع كلام الخلاصة الخلاصة كازاخستان وين بتشت فينا انت الله يهديك العالم العربي كله على كاف عفلت الوضع مختل وغير مستقر لا عدل ولا توزيع سليم للثروة ولا غيره وما زال أي العالمين العرب والإسلامي ما له مستعمرات وتوابع للمستعمرين نخلص بيقول روسيا ترسل طلائع قواتها طلائع قواتها نس المدى الجاي ولسه الكتلة جاية هذا كله جس طلائع وما مفهوم السلام تحدده روسيا طبعا السلام والاحتلال المباشر الان دايريك تيلي وإن دايريك تيلي الان هم عم بيديروها إن دايريك تيلي الان مدام سيد صار فيه غوغاء وشوشرة وغيره بدي استعمرها دايريك تيلي مش إن دايريك تيلي بطريقة مباشرة الان أحسن كشاف الأمور أحسن أتدخل الروسي لترسيخ أقدام النظام الذي يخدم مصالع روسيا المصابون بالألوف مقابلة هنية ترفع الرأس مقابلة بيرفكت كفاءة المحاور على الضفيري مثقف كبير أعرف من عشر اتناشر خمستاشر سنة والله ما نعرف تقينا مرات في مؤتمرات وغير مؤتمرات في الجزيرة والقلاصة قارئ من الطراز الأول مثقف ذكي لبق متكلم توجه يعني أقرب إلى الليبرالي علماني لكن تحترف ثقافته تختلف معه دينيا لكن لا تستطيع أن تقول مش مثقف وطرح الأسئلة كان واضح أنه يعني معجب بطريقة هنية في الكلام فالاثنين منسجمين متسوقين مع أنه هذا بمثل يجنونها بمثل علمانية لكن مع الوطن يعني مع فلسطين أعتقد أن بيرفكت مؤتمر عشان برضو فلسطين خلاصة وهو من الجزيرة طبعا انقطعا عن القناة الجزيرة من الجزيرة التي تعرفونها البلد قطعا عن الجزيرة ما اختلفت العلاقات ما بين قطر وعلم قطر العرب كانوا عاوزين يحتلوا قطر عن طريق مظليين فرنسيين مش عاوزينها سقف الحرية مزعج الله لا يبارك لقطر تبلعها البحار إن شاء الله مستأجرين مرتزقة فرنسيين مظليين يحتلوا قطر الربابة يلا طب حر فلسطيني قال لي لا فلسطين لا من احتل القطر قبل فلسطين فلسطين بعد مئة سلام نفكر فيها شكرا هنية لم يدرسوا كل عسكرية ولا بتعث إلى الخارج ولا كلف الأمة شيئا ومع هذا كانت إجاباته ممتلئة بالثقة والحرب النفسية على العدو يعني سنجبر إسرائيل على تبادل الأسرة وسلل تعلم إنه إذا وقعت الحرب من جديد ستدفع الثمن غالي تكلم بثقة وبالطمأنينة وابتسمتهم متفارق وجه يعني كانت مقابلة فعلا لها ضجة وطنة ورنة ورقت يا أبو العبد هيتشي الحتشي لو بلاش لما عنده حتشي مثل هذا الحتشي ليه حتشي اشتحتشي شو تقول بعد احنا مع السلام على هوتك يعزف على الربابة يلا أوروبا والديمقراطية قبل أكثر من مئة وسبعين سنة حصلت أوروبا حقها في الديمقراطية قبل مئة وسبعين سنة سامع يا عربي وإحنا الآن نقول الديمقراطية إمتى لسه 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 بكير لسه بكير عليكم لسه كوا أطفال ما تفهموا هاشي ما تصنوا هاشي أسلمك جوهرة وأنت لسه بوبو قلنا له لا والله مش وقته يعني عشر سنين قال لي لأ ما بدل خمسين سنة واهو يعني بعد مئتين وعشرين سنة من أوروبا تنسمع بشي اسمه ديمقراطية استنخاب حقيقي نحلم به يوم قال لي ما حرفي عندنا استنخابات معروفة الرئيس تسعة وتسعين وتسعة سعار باته يقولك جبريل لو نزل من السماء ما بجي تسعة وتسين وتسعة والله يعني بعض صحابنا المصيرين قال كنت أخذ العيلة كلها عشان حط لا في الصندوق كلنا نصب لا في الصندوق يطلع الصندوق مية بالمية نعم عجي أنت في العالم العربي انت تكتب لا بقدرة بقدرة قادر تحول كانت لا أهو نعم ألا تتحول نعم نعم يا رئيس خلينا ياك يا رئيس الدوم فوق راسنا يا رئيس يا كويس يا رئيس خليك ويانا يا رئيس ما تنبارك ليه تموت حتى جانا الشيخ هذا قتلوا بسنة ما تحملهوش يكرهون الإسلام لك يا أخي ما تبنى نفهم الكلام متى وشو بنا نسوي بس نفهم بدناش نعمل الشي بس نفهم فقط فقط بس نفهم يا حسرة على العباد إسه مجرد بس نفهم مش بس نغير لا نغير ده حلمي بعيد يا عم الشيخ بعيد أوي 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 الله المستعام إذن رسل حكم على قواعد وتقاريد راسخة ثابتة مستقرة ينتخب بايدن بيطلع بايدن انت حط ورقة لا بيطلع نعم وفوق راسك خصبا عن خشمك عجبك عجبك ما عجبك إن شاء الله عمره ما عجبك هو كده حنفرضه عليك وتموت ماه العالم العربي فتن بالغرب فأخذ عنه كل شيء ما عدد ديمقراطي اللي هي رفعت مستوى العالم الغربي أخذنا عنه ما ينحط بالدول والأمم والشعوب الخمر خذناها والربا خذناها والقمارة خذناها وتحليل الزنا خذناها والسينما خذناها وفناهم الصوت أخذناها والتبعي لهم ما ماشين طب بالمرأة خذوا الديمقراطية ولاك ياخي مثلنا عيدنا مئة مرة دارد عيدها مليون عشان بس نفهم اللعبة طيب أنت أخذتوا كل شيء الزبالة كلها لميتوها ومجبتوها جايين محملين شو هاي مش الزبالة ولا بالة ما هو يا بالة يا من الزبالة هاني وميناش أما الديمقراطية لأه لأه اوعاها والغرب الغرب ساكت بلاش ديمقراطية بس ما ما نضجتوش أخوها شوية خمسين سنة ستين سنة مش مستعجرين وقارنط انهاري انهاري ان شاء الله البعيد الغرب الله يبارك لكم وصوهم اوعوا الديمقراطية بعدين بتطلع أعداءكم احنا ليش أعداء لبعض ليش لو طلع سين ولا صادح مش كنا إخوة في وطن واحد بلد واحد شعب واحد أمة واحدة ولا وطلتو ولا 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 ايه كنت حقوا علينا والله ما نفاهم شيء أنا مش فاهم شيء مع أن سر تقدم أوروبا ليس الأزياء والمكياج والخمر والإقمار والدعارة إنما سر تقدمها في إرساء قيمة الأمة والشعب هنا مربط الفرس هنا سر تقدم أعطوا الشعب حرية ينتخب اللي هو يعناية تطلع البلاد وصير لها يعني وزن وقيمة بين البلية يكون مخدين سفارة أوروبا وتركين بما نجحت به أوروبا وصارت فوق الأمم حق الاختيار والانتخاب وهذا ما لا يفكر فيه العالم العربي كله كله ديمقراطية لا هذه رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه اجتنبوه أوروبا لم تحصل حقها بالديمقراطية بتبرع من الحاكمين تفضلوا يا شعب أي هدية على طبق مننا الديمقراطية هنا لشكرا يا رئيس تسلم يا رئيس يا كويس تبرعتنا بالديمقراطية الله يخليك الله يخليك لا أخذوها ولكن تأخذ الديمقراطية انتزاعا العقاد عباس محمود العقاد كاتب من أمتن الكتاب لغة وأسلوبا ومن أكثرهم تنوعا فيما يكتب ومن أخزرهم إنتاجا مع أصالة ثابتة واعتدال فيما يكتب عمر ما كتب كلمة ضد الإسلام لا هو متعصب ولا 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 إلى آخر ولكن أتحدث أخذ منه كلمة تغمز بالإسلام لا بعكس طه أتحدث لك كلمة تمدح الإسلام لا يكون مبطن هيك ملغم ملغز لأنه كله أجقم واعتدال فيما يكتب وهو واسع للطلاع على ثقافات العصر من فلسفة وعقائد ونحل ومذاهب وسياسة وأذب وتاريخ وجغرافيا وأديان وأعراق ونقد وعادات وهو صاحب واعتداد معتد يعني العقاد سادس ابتدائي لا جامعة ولا يحزنون لكن أتحدى كل حمرة الدكتوراه أن يكتب مثل العقاد مستحيل العقاد شيء عجيب عشرات الكتب ترك وراه بين الكتب والناس بلخصتك الكتاب ثلاثة أربع صفحات من أروع ما كتب الكتاب اللي قلنا لكم عنه الكواكبي أريناكموه ملا شعر الدعيد كل سطر فيه معلومة شو معلومة معلومات تاريخ على جغرافيا على عقائد على أديان على عادات شعوب على تاريخ مخلي موسوعة فيه داخل هذا الرجل شيء عجيب فيا شباب ننصحكم جدا والله بقراءة العقاد ولو كتب في أي موضوع لظننت أنه تخصصه الأوحد يعني العبقريات تكفيه تكفيه العبقريات عبقريات الرسول صلى الله وسلم عبقريات محمد عبقريات الصديق عبقريات الفاروق عبقريات خالد عبقريات عمر بن عاص عبقريات علي عبقريات متعدش قمة قمة ما عندنا موضوعات متباعدة شديدة التباعد لكن يكتب فيها كالمختص أي فن عنده تبحر فيه شيء عجيب ومعلومات مثل المطر والله من أهم كتبه التراجم مثل ما قلنا والعبقريات والرحالة كاف أعده من أهم كتبه وحدة الأمة يقول العقاد السيد جمال الدين أفغاني أكبر دعاة الجامعة للجامعة الإسلامية مش الجامعة التدريس لا الجامعة هي رابطة الأمة الجامعة الإسلامية في عصره يصرح بغاية الجامعة التي يدعو إليها فيقول من رسالة الوحدة الإسلامية لا ألتمس بقولي هذا أن يكون مالك الأمر في الجميع شخصا واحدا لا فإن هذا ربما كان عسيرا يعني نقولي العالم الإسلامي هي عالم الإسلامي ليرأسكم واحد يا أخي انتخبوا واحد خلي واحد حاكم على كل بلد وحاكم بيدير هالممالك كلها كيف الخمسين ولاية أمريكية اثنين وخمسين بيديرهم بايدن خمسين كيلو طوله والهارضه المهم ومش العبقري أثبت أنه دون ما كان يظن به يعني بدير اثنين وخمسين دولة تاكساس من هيقد أدخن دولة عربية كاليفورنيا مثل مصر سكانا يعني قريب من مصر غنى طبعا ميت مصر ميت مصر اثنين وخمسين دولة بديرهم واحد وكل ولاية لها حاكم يا عالم اسلامي اعملوا نفس الشي يا اخي ليضال كل زعيم محله كرسيك الله يخلي له كرسيك وخليك على الكرسي المهم وبنسق بينكم واحد كوردينيتر يعني يدير المسألة مش أخوالكم قال والله هو نظرين أخوى لكن بيخدش صلاحياتي شيخ أنا بحب أكون مطلق الصلاحيات الله على المطلق وإن كنا هزيلين ضعفاء محتلين مستعمرين تلعبين إسرائيل قال لي نعم وإن كنا يا شيخ وأنفك راغم ياسي الفراغم ولا غيره ده مكرا في حسابة لما لي علاقة أرجو أن يكون سلطان جميعهم القرآن كلام الأفغاني ووجهة وحدتهم الدين هذا جمال الدين وكل ذي ملك على ملكه الكلام اللي قلنا يسعى بجهده لحفظ الآخر ما استطاع إحنا بنهدم بعضينا ما ذكرناه من قطر نموذج كيف تكالبنا على العراق قال ما هو العراق تعدى يا شيخ تعدى وبعدين سلمتنا إلى إيران ونحن بنكرا بعض إيران ونحن بنعادي إيران يلا يلا يهيين يا شعب ويلا تنعادي إيران انت سلمتوها للعراق بلد و000 ملتها مليون مرة حتى أزحبكم ومعكم Normally ما سلمتوها لإيران ومو صنعت إيران الأسد مو الشبل هذا اسمه ايش اذا منشار مهم قلت لكم من اول يوم كلهم بيحبوا بشار فكروني يعني مسكين اهبل شكرا بارك الله بكم ما قصرته مهم كلهم بيدعموه سرا بعدين طلعوا في المنجوه وطلعوه بس على الطاولة احلى مع الاسد يا اخي مش راضي يروح كلكم تدعموه حجي هجر خمسة عشر مليون اوروبا مش شايفة امريكا مش شايفة تركينه دمر بلد مطلوب مطلوب خدمة لاسرائيل ابوه سلم الجولان منتهى البساطة اخواني بدكم تقرؤوا اخواني بدكم تقرؤوا عشان تفهم كيف الواقع ماشي ابوه وزير الدفاع بعد ما سلم الجولان صار رئيس جمهورية عشان تعرفوا المكافعة الخيانة شلوهم تجي من جيوبنا من دمنا من من شهدائنا من اوطاننا اخ اخ بعد ما انكسر عبد الناصر بفلسطين رجع على مصر رئيس زاح فاروق وقعد محله احسن منه انت كلكم نيلة فاروق نيلة وناصر نيلة وكل نيلة في نيلة وانا ما ليه بيقول يظل كل ذي ملك على ملكه يسعى بجهدي لحفظ الاخر ما استطاع فان حياته بحياته لانه اذا سلم اخويا وبلده سلمت انا وبلدي مين يفهم معادلة بسيطة وبقاءه ببقائه الا ان هذا بعد كونه اساسا لدينهم تقضي به الضرورة ان هذا دين وضرورة دين وضرورة شو بنا نحكي لكم بالسنسي كريتي بالعربي بالانجليزي شلون نحن نشي لكم والله ما نفاهم وتحكم به الحاجة في هذه الاوقات هذا اوان الاتفاق الا ان الزمان يواتيكم بالفرص الزمان بيديكم فرص فانتهزوا الفرص وهي لكم غنائم فلا تفرطوا ان البكاء لا يحيي الميت ان الاسف لا يرد الفائت ان الحزن لا يدفع المصيبة ان العمل مفتاح النجاح انا قلت الافغاني اقصد الكواكبي الكلام عن الكواكبي كيف يدار العالم العربي يكتب العقاد نقلا ام ذكرة بطرس غالي يا رجل بطرس غالي مات من سنتين ثلاثة لا اه يكتب عن بطرس غالي الاولاني هذا ستن وكان وزير خارج مصر الفتمية واحد بطرس الجديد الفتمية وتسعين وزير خارجية لو احتيلك يكتب مذكراته شي ما ينحجى شي ما ينقلبه يا ولذلك حطوا وزير خارجية بطرس ابن ابن بطرس وزير خارجية مصر الجديد سنة التسعين الوراثة حتى في الوزارات يقول شفيق باشا هذا احد يعني نظار الحكومة ان بطرس ناظر الخارجية يعني وزير خارجية ناظر ما انا وزير توجه من قبل كرومر اذا نحب احركنا مين كرومر مستعمر من طراز رفيع لكن بدير مصر من؟ الخديوي والملك فؤاد فاروق وهم مش عارف مين من كرومر الى الخديوي عباس عباس تعزمان مش عباس الموجود لا عباس الموجود ما كانش زمن كرومر كان مولود لكن انا ما لي وابلغه ان الحكومة الانجليزية ورد لها بلاغ من سفير الدولة بلندرة لندرة له لندن كانوا يقول عنها لندرة انا ما لي يقول ان سموه الخديوي اخذ فيه ارسال مدافع ونقود الى الثائرين في اليمن 1901 حجي نفس الفيلم 1901 الخديوي بتاع ماصر بيودي سلاح لي وين؟ لليمن عشان ايه؟ عشان يتقاتلوا معهم 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 مثل ما اعمل عبد الناصر نفس الفيلم بنعاد وحنا الشعب بدون ذاكرة لا ميموري دون ذاكرة وقال في المذكرات بعد ذلك انه في 31 اكتوبر طلبت للسراي وعرض على تحسين بيك صورة منشور عليه توقيع الخديوي بصبته خديويا يدعو المسلمين فيه للخروج على السلطان العثماني ومبايعته بالخلافة اها هذا الكلام من مية وقرن وربع كرومر بديرنا من اجل ان يحركنا ضد العثمانيين طاوش العثمانيين والطاوش انتوا يهم وتقتل انتوا يهم عشان نحتلكم جميعا كيف الفيلم؟ واناله تحفى تحفى 46 طفرة للمتحور الجديد بفرنسا 46 طفرة اكثر من مليون اصابة في يوم واحد في الولايات المتحدة بكورونا المتحور او المتهور الجديد خافي يا رئيس اركان الجيش الاسماء بقول كنا بصد التنفيذ عملية كبرى في جنين لكن السلطة نفذتها نيابة عن عم عباس بليز رد على العمكو خافي رد عليه بالله بالله جبر خاطرنا مرة يا اخ عباس رد عليه قلوا كذبت يا عدو والله بلاش يا عدو والله كذبت يا صديقي يعني بجنتي لخليك جنتي بس رد عليه سلطة نفذتها نيابة عنها يا فلسطينيين يا عودة يا برنامج الفلسطيني يا منظمة يا منظمات فضلوا كوخاب بقول السلطة نيابة عنها بتلمي الاحرار شو بدنا نحكي شو بدنا نحكي شو بدنا نحكي يا شعبنا حصنوا ابنائكم بالدين اخذ دقيقة زيادة واملأوهم بالوطنية واشحنوهم بالعداوة لإسرائيل محتلة الوطن مهددت الأقصى وتعاملوا فيما بينكم بالأخوة والوفاء والأمانة والإخلاص والمحبة والتعاون هذا دينكم هو وصاكم بهذا إخواني أرجو أن لا أكون أثقلت عليكم وشققت عليكم أهل الرباط أهل الأقصى ثباتاً المعركة حاسمة وفاصلة والنصر لنا إن شاء الله والعاقبة لنا ولأقصانا إن شاء الله على هؤلاء المجرد من أعداء الله أحبابنا في هذا البلد الطيب أعزائنا أينما تابعونا إلا ملتقى بكم ودائماً حياكم الله حفظكم الله استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة